سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شايفين الجمال اللهم صلي على سيدنا محمد هنا متكملين مع بعض في وصفات التوفير بتاعتنا انا حطيت كده 3 معالق كبار من الزيت وعندي بطاطس البطاطس دي مسلوقة 3 تربع سوا وقطعتها كده مكعبات كبيرة حمل لحة حمل لحة بايه حمل لحة بايه معلقة صغيرة من الكركم ومعلقة صغيرة من الملح طب احنا ليه مركزين مع البطاطس هنعمل منها وصفتين النهاردة لان البطاطس الكبير والصغير في البيت بيحبها مفيش حد ما بيحبش البطاطس بكل اشكالها وبكل وصفاتها هنعمل النهاردة وصفة موفرة جدا وبسيطة وحلوة قوي هقلب البطاطس بتاعتي مع الكركم والملح وحنزل بيها في الزيت هيكون سخن انزل كده اخدها يعني تحميرة صغيرة كده في الزيت وانا سلقاها زي ما قلنا 3 تربع سوا طريقة سهلة وطريقة موفرة وكمان تيه هتمشي معايا فطار غدا عشا يامة فطار سحور هتمشي معايا في كل البجابات بتاعتي حلوة قوي وموفرة وكمان مشبعة جدا لانا دلوقتي احنا هنحط عليها حاجات يعني هنحط عليها بصل وحنحط عليها زبداية مع التوابل التوابل هتخليها جامدة جدا جدا هنشوف دلوقتي خطوة خطوة نفس الزيت اللي انا شلت منه البطاطس هحط فيه معلقة صغيرة من الكمون الحصى الكمون الحصى ده بيخلي البطاطس حلوة بيخلي اي طبخ انا استخدمها في الكمون مع الكمون الحصى حلوة قوي قوي يعني بيديها ريحة وطعم حلو جدا هنا البصلية بتاعتي كده بعد ما خدت الكمون الحصى تشوحتين البصلية ديت انا بشروها جامد جدا من عاماها بعد ما قطع طافل الكبة حطيت معلقتين من الميا عايزة تعمليها البصل جوانح كبيرة زي ما انشي عاوزة اللي بتاع تقليبتين كده وحنزل عليها بمعلقة كبيرة من التوم مع الجنزبيل توم وجنزبيل كده معلقة كبيرة انه فارما برطمان كفارما يعني يحب حليون وحطهم في برطمان وشايلهم في الفريزر التوم مع الجنزبيل برضو بيدي طعمه وريحة وفوايد جامدة جدا جدا كلنا عارفين انتموا الجنزبيل فوايده كتيرة جدا جدا لكل حاجة في الجسم هنا معندي كباية زبادي كباية من الزبادي صغيرة هحط عليها ملح فلفل اسود كمون كزبرة كركم معلقتين من البابريكا هكطر البابريكا شوية علشان انا عايزة اخد اللون اللي هو الاحمر الجميل ده وحقلب التوابل بتاعتي دي كلها مع الزبادي هنا عندي البصلة مع الكمون الحصة بتتقلب كده بتتشوح تشويحة صغيرة وبصتو الزبادي كريمي كده زي القشطة هنزل بيه على البصلة بتاعتي مع الكمون الحصة الريحة مش عايزة اقول لكم الريحة عاملة ازاي الريحة حلوة جدا جدا لما تجربوها حتشموها براحتكم الوصفة دي جامعة كمان بتمشي البطن يعني ملينة لأي حاجة في الامعاء وصفة حلوة الزبادي مع الكمون مع التوابل حلو جدا جدا هقلب كده تقلبتين تلاتة كده ومش بتاخد وقت وزي ما قلتلكو هتنفع في كل حاجة بصوا لونها بقى جميلة ازاي وهي بتغلي عندي كده قرنين من الشطة غسلاهم وفاتحاهم وشاينة البزر منهم هحطهم كده وقلبهم مع الخلطة الجميلة اوي دي وهنزل بنص كباية من الميا حطيت نص كباية من المياه في نفس البولا اللي كان فيها الزبادي اهي وتاخد غلوة وانزل بيء البطاطس وازبط الملح والفلفل الاسود بتوعي هنعمل الوصفة تانية دلوقتي من البطاطس برضو بس حلوة اوي 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 بصوا بتغلي اهيات ما شاء الله عليها وعلى لونها اللون دا جميل جدا ولا حتى كأنك ايه يعني اللي يشوف اللون دا يقول ان انت حتى صالصة او حتى تماطم واحنا محطناش اي حاجة غير التوابل ويقطرنا شوية في البابريكا هنا بقى حنزل بالبطاطس اللي انا اخدتها تشويحة كده في الزيت او تحميرة في الزيت وبالراحة كده علشان ما تهريش البطاطس بتاعتك دخلي الصوس فيها كله او دخلي الخلطة الجميلة فيها كلها كده وازبط الملح والفلفل الاسود واحط برضو يدوب مع لقتين ثلاثة من المياه وتاخد بقى غلوة واحدة بس واطفي عليها ونبدأ في الوصفة التانية بتاعتنا احط كده مع لقتين ثلاثة من المياه واحط رشة الملح والفلفل الاسود واخطيها تضبط بقى غلوة صغيرة ويبقى كده الوصفة بتاعتنا جاهزة يبقى ناقصها بس ان احنا نرش عليها رشة من الكزبارة الخضرة ويبقى بقى الفهانة وشيفة خلصنا الوصفة بتاعتنا قادي الملح وقادي الفلفل الاسود اهو رشة كده بقى داية من فوق كده عشان تاخد الصنية بتاعتي كلها بسوا الجمال ما شاء الله عليها ما شاء الله حقيقي يعني جربهم وانتم تحكموا بنفسكم احط بقى يلا رشة من الكزبارة الى الخضرة بتاعتنا ويبقى كده بقى الفهانة وشيفة اول وصفة معانا الوصفة التانية برضو هتبقى جميلة جدا ولزيزة وهتحبوها وولادكو هيحبوها قوي بصوا بقى دي الواحدة كده بواحدتها جميلة جدا لونها حلو مغزية قوي بقى الفهانة وشيفة اعملوا بقى لايك للفيديو الله الله على الريحة والجمال والشكل واللون والطعم كمان اجمل واجمل نبدأ التانية على طول برضو عندي بطاطس مسلوقة كده اهيت عندي 3-4 قرون من الشطة الخضرة الحامية الصغيرة وعندي كم فصل من التوم وعندي كزبارة خضرة وعندي كتعة جنزبيل هنجيبها دلوقت البطاستايا الكبيرة هنقطعها اتنين او تلاتة على حسب حجم البطاستايا وبعد كده هنعمل ايه هياخد الكتعة جنزبيل اهيت كنت ناسياها هجيب بقى الهون او الكبه او المفرمة اللي بنعمل فيها الفلفل الاسود هحط الحاجات دي فيها هحط الاول التوم والجنزبيل والشطة الشطة الحامية بتبقى عاملة شغلة جاملة جدا في الوصفة دي هعملهم بالهون او اعملهم بالكبه هنا بقى هنيجي نعمل ايه هحط هنا معلقتين ثلاثة حلوين من الزيت وحنزل بمعلقة كمون حصى معلقة كبيرة من الكمون الحصى الحصى ونقلب كده بس نطلع ريحته وحنزل بالبطاطس وشمي بقى الرويح ودعيلي نقلب 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 وحنزل بالكسبرة والشطة والجنزبيل والطوم ودعيلي وشمي ودعيلي وصلي على النبي في قلبك وكتبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات نقلب 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 وبعدين اضيف عليها كده هنا ايه بعد ما اقلبها هضيف عليها نص معلقة من الكركم وازبط الملح بتاعها بس ملح وكركم بس هي دي التوابل اللي انا هحطها على الطبق بتاعي ودي وصفة من الوصفات بتاعة توفير الميزانية او تدبير الميزانية ممكن بقى تمشي في طرب تمشي صحور تمشي غدا تمشي عاشا تمشي كل حاجة معاك هتمشي جميلة جدا جدا في السندويتشات كمان حطيت تنس معلقة صغيرة من الكركم وهحط كده ايه الملح بتاعي وازبطه وهقلب وهغطيها تلات دقايق وغري في عام ويدوق بقى احلى طبق بطاطس في الدنيا يا عام شمي احلى طبق بطاطس والذيك هيقولولك ايه الريحة الجامدة دي اعمليها وجربيها ما تعمليش اي حاجة غير لما تجربيها وتيجي ترد علي ألف هانا وشفا ما تنسوش بقى تعملو اكسي بلولر ما تنسوش تعملو شير للفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على اليوتيوب هتلاقوا وصفات حلوة كتير 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 وتشيروا الفيديو تعملوا لايك وتكتبوا لي كومنت علشان نعمل حاجات كتيرة جدا مع بعض بقى ألف هانا وشفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته